عامل ايه؟ أزوني خدت بالك هنتكلم عن ايه وأهمية البتاعة ده جايب لك أكبر بدنجاناية موجودة في مصر كلها فوايد وأضرار ايه ده هو فيه أضرار؟ آه هقولها لك في آخر الفيديو بس الأول نقول ايه الفوايد اللي في البدنجان البدنجان بالإنجليزي يعني ايك بلانت بالعربي بدنجان عادي بالمصري بيتشنجان البتشنجان عشان تبعي عارف فكهة مش خضار زهلت طبعا مع هنا الجديد كله أول ما تكفد معك كلمة بيتشنجان تفتكر عطول الانتي اوكسيدنس أو مضادات الأكسادة مضاد أكسادة يعني مضاد للشوارد الحرة يعني بيحافظ على الخلايا بتاعتك من التلف بيحافظ عليك من الزهايمر من الشيخوخة من الكنسر بالأخص حاجة اسمها أنثوسيانينز مادة من ضمن الأنثوسيانينز دي اسمها ناسونين عايزك تستغرب الأسامي هي كده دي وجده سبحان الله أن هي بتحمي خلايا المخ من التلف كان زمان يقولك مخك ده ولا بتنجانة عايزك بقى تحفظها من الحتة دي كمان فيه مانجانيز كالسيان فيتامين دي اللي هيحافظ على عظمك وهيحافظ على كسافة العظم بتاعك كان ليه كسيف كده وجده في دراسات سبحان الله أنه هو بيقل الأمراض القلب دراسة عملت على مجموعة من الأرانب كانوا واضح أنهما بيحبوا يروحوا مكدونالز كتير لقوا عندهم الكوليستيرول عالي لما واضبوا أن هما يدهم عصارة البدنجان الأسوى الده بالذات لقوا أن الكوليستيرول بتاعهم بيقل فبالتالي الكوليستيرول قل الدهون السلسية أو تريجلس رايتز قلت أمراض القلب هتقل وجدوا كمان سبحان الله أنه هو بيقلل ضغط الدم جدا وعلى فكرة في دراسة الأرانب هو قلل الكوليستيرول بتاعهم وتريجلس رايتز أو الدهون السلسية في أسبوعين بس دراسة على حيوانات بس ما ذكروش نوعها أظنش إن هي حاجة تفرق معاك أكلوا من ده ماشوي لمدة 30 يوم قال للحاجة عندهم اسمها قال للنوبات القلبية إيه اللي كانت بتجيلهم أنا بتفرجوا لعمتوش تكورة دول ولا إيه لبالك البدنجان اللي سود أليافه عالية معنى كلمة ألياف عالية يعني الهضمة هيتحسن يعني الإمساك هيقل يعني هتحس بالشبع يعني هتخس لو أنت عايز كمان يعني امتصاص السكر هيقل في جسمك إضاءة وجعتني من شلت البدنجانة تقيلة طبيعي ده على هرمون أختي وجدوا كمان سبحان الله إن البدنجان في حاجة اسمها ليوتين الليوتين ده بيحافظ على عيونك الحلوين وجدوا كمان إن فيه نحاس وهو المكون رئيسي من مكونات الريت بلاسيلز أو خلايا الدم الحامرة بتاعتك فهيحافظ عليك من الأنيميا ولكن في الأضرار بتاعته هتحس إن الكلام متناقض شوية إن هو بيقلل حديد الجسم بس خلينا ما نسبقش الأحداث خليك متشوق كده وجدوا سبحان الله كمان فيه مادة اسمها SRGS أو سولاسودين رامنوزيل لايكوسايدز في دراسات أثبتت إن هي أنتي كانسر أو بتحمي أو بتقتل كمان الخلايا السرطانية نخش بقى على أضرار البدنجان لو تفتكر في أول الفيديو قلت لك إن هو فيه مادة اسمها ناسيونين ودي مضادل الأكسادة الناسيونين دي مادة غلسة بتروح ترتبط بأي معدن سقيل منهم الحديد ترتبط معاه وتاخده وتخرجه برا الجسم فالحديد في جسمك هيقل أكتر النحاس مش بالحديد بس ده إمتى لو كترت منه الناس اللي بتاكل ستة وسبعة كيلو أو لو حد أكل دي مثلا لوحده تقيلة بس هو مفيد للناس اللي عندها الحديد أعلى من الطبيعي بتاخد منه كميات كويسة هتلاقيه قلل معاها النسبة دي من البدنجان فيه حاجة اسمها أجزاليت الأجزاليت للناس اللي جسموهم بيه ربي حصوط بسهولة حاولوا يقللوا كميات البدنجان شوية في أكله جزاليت اللي فيه مش كتير على فكرة في الطبيعي بس إحنا للأمان طيب نيجي عند السؤال المهم أكلوا إزاي؟ جيبوا كده وتأكلوا عدوه لأ بجد تسلقوا كلوا ناي زي ما هو حطوا في الإيرفراير شوي رولوا استنى راح في إيه؟ تنساش تعمل لايك وفولو وشير عشان الكل يستفيد شوف بقى المنصات تيك توك فيسبوك يوتيوب إنستجران قناة كابسول التغذية أو بالإنجليزي كان معك دكتور محمد إسماعيل وبيحبك جدا سلام